تاريخنا نحن كالتاريخ النصراني تاريخ كثيراً ما استغل فيه السياسيون البارعون الماكرون استغلوا فيه المفاهيم الدينية المعاني الدينية وخلطوها وحرفوها وجعلوها تصب لصالحهم أنا حتى أعطيك لمع سريعة هكذا عن هذا التوظيف وعن هذا الخلط أحيلك إلى ما كتبه محقق كتاب النزاع والتخاصم للمقريزي في الصفحة الثانية عشر لاحظ ماذا يقول وخلي في بالك هذه المفاهيم اللي أنت المفروض تعرفها الآن شنو مفهوم ذوي القربى شنو هو أهل البيت عليهم السلام قربى رسول الله صلى الله عليه وآله زين شنو مفهوم أهل البيت بعد معروف شنو مفهوم أهل الكساء معروف شوفوا الآن لاحظوا لاحظوا كيف تم تحريف هذه المفاهيم وخلطها فيما مضى يقول وهذا البيان يضم الكثير من حقائق الصراع الدموي حول الخلافة هو الكتاب كتاب المقريزي مؤلف لهذا الغرض أنه بيان هذا النزاع واسم الكتاب النزاع والتخاصم فيما جرى بين بني أمية وهاشم تقريبا بهذا المعنى ويتكلم عن الخلافة وعن الحكم وعن المآسي التي وقعت وإلى ما هناك المحقق في بداية الكتاب يعطينا لمعة أو فكرة عما يتضمنه فيقول وهذا البيان يضم الكثير من حقائق الصراع الدموي حول الخلافة ويرينا كيف أن كل وسيلة أصبحت في نظر أصحابها مشروعة ومقبولة ما دامت تعينهم على الوصول إلى الخلافة أو البقاء فيها فالقرابة مثلا دققوا وهي مفهوم واضح يراد به القرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح لها عند بني أمية ودعاتهم معنى جديدة وهو ماذا؟ وهو القرابة من حرم الله وبيته وإذا كان لابد أن يكون المراد بها قرابة النسب فإن بني أمية هم آل عثمان ذي النورين وصهر الرسول مرتين وصهر الرسول مرتين فهم أقرب إلى رسول الله من علي بن أبي طالب لأنه لم يصهر له إلا مرة واحدة شوف التحريف وناس ترعتقدوا بهذا مو تتصور من أهل الشام وغيرهم بسبب الدعاة دعاة بني أمية مبلغين كان عندهم يفشون في الناس هذا المفهوم المغلوط ذو القربة ترى بن أمية ليش؟ لأنه القربة قربة حرم الله وذولا كانوا من قريش ذولا أهل حرم الله أهل بيت الله فبن أمية هم ذو القربة وإذا قلتم لا نريد قرابة النسب نسبهم إلى رسول الله هم أقرب من أهل البيت تخيل أقرب من علي بن أبي طالب شلون؟ هؤلاء بن أمية ونبينا من بني هاشم وعلي بن عمه يقول لك لا تعال شوف بن أمية منهم عثمان بن عفان عثمان بن عفان النبي صاهره مرتين علي بن أبي طالب صاهره مرة واحدة فإذا عثمان أقرب إلى رسول الله من علي فبن أمية أقرب إلى رسول الله من آل علي والحق في بني أمية أنت الآن تضحك على هذا الكلام ولكن في ذلك الزمان جماهير غفيرة كانت تعتقد بهذا وتمضي عليه بعد والسابقة في الإسلام أصبح محورها عند بني أمية عثمان بن عفان فهو من السابقين الأولين وبن أمية قومه فهم أهل سابقة على ذلك القول صار كل واحد أموي يقول أنا من أهل السابقة حتى وإن كان من الطلقاء شوفوا المكر والدهاء السياسي حول نفسه من طليق ابن طليق إلى شنو؟ إلى السابقين الأولين رضي الله عنهم وأرضاهم حول نفسه من رتبة وضيع جداً وضعهم فيها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى رتبة متقدمة جداً رتبة السابقين يقول وَخِلَالَ الْعَصْرِ الْعَبَّاسِي يَتَّسِعُ مَعْنَا أَهْلِ الْبَيْتِ لِيَشْمَلَ بَنِي الْعَبَّاسِ كل حكومة تأتي ذات وجه معينة مسار معين تجاه معين توظف الدين وتخلط مفاهيمها بما يحقق مصالحها بن العباس لما جاءوا شنو سووا وَسَّعُوا مَفْهُوم أَهْلِ الْبَيْتِ لِكَلْ يَشْمَلِ الْعَبَّاسِ وَبَنِيهِ قال وَيَجْعَلُهُمْ أَحَقَّ بِالْخِلَافَةِ مِنْ آلِ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبِ فَهُمْ أَقْرَبُ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ إِلَيْهِ لِأَنَّ الْعَبَّاسَ كَانَ صَاحِبَ السِّدَانَ وَأَقَرَّهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَلَى السِّقَايَةِ وَهُمْ أَوْلَى آلِ الْبَيْتِ بِالْمِيرَاثِ لِأَنَّهُمْ أَوْلَادُ عَمِّ الرَّسُولِ فِي حِينَ أَنَّ آلَى عَلِيٍّ أَوْلَادُ بْنِ عَمِّهِ فبن العباسم قالوا إحنا أولى من آل علي عليهم السلام ونحن أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله منهم ونحن أهل البيت بنهم كانوا يقولوا نحن أهل البيت هؤلاء أيضاً جاءوا قالوا نحن أهل البيت قال وَيَسْتَحْدِثُ رِجَالُ بَنِي الْعَبَّاسِ لَقَبًا جَدِيدًا يُشَرِّفُونَ بِهِ أَوْلِيَاءَهُمْ هذا مضحكم ممكن حقيقة شنو هذا اللقب وَهُوَ أَنَّهُمْ أَهْلُ الْكِسَاءِ تصدك؟ بن العباس كانوا يقولون نحن أهل الكساء بل ودعاتنا اللي يشتغلون عدنا نحن نشرفهم بأن يكونوا من أهل الكساء شلون هم أهل الكساء خمسة كيف دخل فيهم كل هؤلاء شوف الخلط للمفاهيم يقول أي كساء الكعبة أو كسوتها وقد اهتم العباسيون من أيام المهدي المهدي العباسي بتلك الكسوة اهتماماً بالغاً صار مفهوم أهل الكساء عند الناس تحول من أهل الكساء الحقيقيين إلى أهل كساء الكعبة من يروح يشرفونه بن العباس بأن يحمل هذا الكساء ويلبس الكعبة يقولون هذا صار من أهل الكساء سياسة مكر دهاء